السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في برنامجنا مدرسة على الهوى النهاردة إن شاء الله هنكمل بقية لسنز الماث بالنسبة لبرايماري سيكس النهاردة هنتكلم على لسن جديد في بداية يونت 2 اللسن بتاعي هبدأ أدي لك إجزامبلز عليها عشان نبدأ نشوفها لو أنا قلت لك عندك ريشيو 1-2 اللي هي equal to A 1-over-2 اللي هي الهوف طب يا ترى 4-over-8 لو عملت لها simplify تبقى equal عندك قد A لو 4-over-8 عملت لها simplify هتطلع لي برضو equal A 1-over-2 هتطلع لي half طب لو قلت لك ريشيو كمان عندك قلت لك 5-over-10 لو عايزة عملها simplify هتطلع 5-over-10 برضو equal A هنكتب معنا بالورا والقلم ونشوف عندي هنوصل لإيمة الكلام ده لو أنا جيت كتبت لك ريشيو عندك 4-over-8 هلاقي إن السيمبرز تفور مبتاعتها equal half ولو كتبت لك 5-over-10 دي ريشيو برضو هلاقي السيمبرز تفور مبتاعتها برضو ايه؟ لو عملنا 3-over-6 equal half لو عملت عندك 10-over-20 برضو تبقى equal A half كل دولة ريشيوز عندي في الآخر equal constant عندي اللي هو مين عندي؟ الهالف طب لما لقي عندي 2 ريشيوز or more 2 ريشيوز ايه؟ هما ريشيوز ديت are equal كل ريشيوز دي equal لبعضيها بنقول 2 ريشيوز دولة are pro-portional يعني هما ايه؟ are proportional يبقى لما لقي عندي 2 ريشيوز or more ألاقيهم هما الاتنين equal هيبقى عندي ريشيوز دي هنقول عليه ان هي are proportional او هقول عندي in proportion وده اللي سهم بتاعتها النهارده اللي بيتكلم على ايه؟ على proportion يعني ايه بقى يكلمة proportion هما عندي 2 ريشيوز 2 ريشيوز دولة are equal يبقى ال definition بتاعتها بتاعتها ال proportion عشان ضمن اسئلة ال complete الممكن تجيلك في الامتحان ان proportion is equality يعني ال equal of 2 ريشيوز or more يبقى اول definition عندك كان عندك فيه ال ريشيو بعد كده كان فيه الري بعد كده ال proportion يبقى ال proportion is equality of 2 ريشيوز or more طيب تعني بدأ نشوف مع بعضينا ال remarks اللي علاليسهم بتاعي يبقى هنا عندي proportion is equality of 2 ريشيوز or more طيب بيقولك يبقى if a b c d are proportional او in proportion then الا وال b وال c وال d دولة يبقى انا عندي لو هكتبوا على هيئة ريشيوز يبقى ال a over b equal c over l d يبقى لو انا قلتلك عندك فيه for quantity زر ال a وال b وال c وال d are proportional يعني معناها ايه ان لو عملت ال a over b هيبقى ال c over d ده كده ريشيوز or equal طيب كل ترم في اللي انا كبقى ال a وال b وال c وال d كل واحد ليه اسمه معين ال a عندي بنسميها first proportional وال b عندي هيبقى اسمها second proportional وال c third proportional ال d الطبيعة هتبقى عندي ايه الفورس proportional لازم انا بقى احفظهم عشان ممكن يبدأ يقول لي اسألني find the first او second proportional عندي يبقى لو انا عندي feature ratios are equal يبقى انا عندي الفيرس ترم عندي اللي هو الا هيبقى الفيرس proportional ال b second proportional ال c ال third وال d عندي هتبقى مين الفورس اوكي طيب بعد كده بيقولك ايه انا ممكن اكتبهم بدل ما اقولها a over b equal c over d ابدأ اكتبهم جنب بعضهم كده او a b c d لما شوف المنظر ده برضو معناهم ان هم are proportional طيب لما بيكتبهم المنظر ده عندك شايف الميدل ترم اللي هم عمولين بالرد دولة اللي هم ال b وال c دولة بنسميهم عندي المينز اللي هم في النص اللي هم مين ال b وال c طيب ال a وال d اللي هم على الحرف عندي دولة بنسميهم عندي ايه الاكستريمز طيب يبقى هنا عندي المينز اللي هم اللي في النص والاكستريمز اللي هم مين على الطرف عندي طيب بيقولك ايه بقى ان عندك لو حسبت ال a time d هلاقيها equal ال b time c لو عملت ال a time d هلاقيها equal ال b time c ومنها عندك ال question b برضو تالت نقطة في ال complete عندك ان ال product of المينز equals ال product of extremes تعال اوضع حلق تاني عشان تشوفها معي الطريقة اوضح يبقى احنا قلنا اول حاجة عندي في ال ratio لو انا عندي two ratios are equal يبقى هما are proportional يبقى ال a over b equal ال c over d اسميهم ال first over the second equal third over mean the fourth كده proportional ممكن ما اكتبهم على هيئة a b c d قلنا اللي في النص بنسميهم ايه المينز واللي على الحرف هنا بنسميهم ايه الاكستريمز لو انا بصيت هنا عملت هنا cross multiplication ما بينهم ما بين هلاقي ان انا عندي لو عملت ال a time d ال a و d هما مين الاكستريمز هيبقى equal ال b time lc فهيبقى عندي product of means equal product of extremes وده سؤال عندك بيجيلك في الامتحان بعد اسئلة اللي هي ال complete النظري عندنا قلنا عندي definition بتاع ratio عندي ال rate عندي proportion بعد كده عندك السؤال complete التالت الرابع عندي ان هيجي يقولك complete the product of means equal ويسكت يبقى equal is the product of extremes اللي هي cross multiplication عندنا طيب من جزئية ان ال means equal extremes هيبدأ يسألك في حاجة معين هديرك two ratios دولت بيقولك هل هما proportional ولا لأ يعني ايه هل هما proportional هل هما equal ولا مش equal طب احنا هنعملها ازاي منطقة البساطة انا هبدأ اعمل cross multiplication هحسب ال means واحسب الاكستريمز لو means equal extremes يبقى two ratios عندي are equal تعالي نشوف اول example معايا بيقول ايه بيقولك which of the following represents a proportion ايه لك three over five and six over ten بيقولك هل two ratios دولت are proportional ولا هل هما equal ولا طبعا انت فيه مناس هتجيبها بيعني هتقولك اه هما الان equal بس انا لازم استبسي ابدأ اكتبها وعشان لو جاتلي numbers انا مش قادر احسبها طبعا انا هعمل ايه هبدأ احسب المينز وال extremes اول حاجة هنعمل three times ten three times ten equal 30 طب لو عملت five times six هتبقى ديني برضو 30 طب يبقى هنا المينز هو هو extremes يبقى اقول له since المينز equal extremes يبقى therefore two ratios are proportional يبقى they are proportional طب لو هما not equally they are not a proportional دي اول كده فكرة عندي في اللسم طب الفكرة اللي بعدها يدي لك احنا قالين proportion بيبقى برا two ratios or more انا عندي لغاية six primary هيجيب لك two ratios بس طب لو انا عندي two ratios يبقى how many terms four terms هيجيلك question يقول find the missing term هيبقى في missing term عندي مش موجود ويقول لك find لي بيقول like find the missing proportional three seven nine and x طيب انا هنا كتب لي ratios عندي جنب بعض ديها كده هو طب انا هبدأ اكمال هيئة هيئة 9 over x المissing عندي proportional اللي هو ال x اللي هو force proportional طيب احنا بديكونا وغضينا في الحلقات اللي هنبدأ نعمل هنا cross multiplication يبقى هنعمل cross multiplication اللي مع x هيكتب تحت اللي هو 3 وال two numbers التانيين هيبقى 7 times 9 وهبدأ احسابها عندي يلاقيها equal 21 طب للناس اللي مكادش متابعة معانا نبدأ نشوف عملناها ازاي لو انا كتبتلك عندك 3 over 7 احنا كبينها 9 over x انا 7 وطلع ال equal اي بتاعي طيب انا هنا ال equal بتاعي طلعته 21 انا اقدر اعمل شكل الانسر بتاعتي وانا موجودة في الامتحان بتاعي هنشيل ال x ونكتب ما كان كان 21 احساب عالك 9 divided 21 هلاقيها equal 3 over 7 يعني لو عملت 9 divided 21 هلاقيها equal 3 over 7 طب لو ما اكس دي واكتب مكانها 21 واحسب ratio جاء كل كل هلاقيهم هما الاثنين are equal طيب هقول لك example تاني على x عشان لو انت ماخدتش بالك من اول واحد لو انا هنا كب بالك x over 2 equal 5 over 16 انا عايز اجيب ال value of x انا من المع ال x 16 يبقى تكتب في denominator تحت 2 numbers تانيين هيبقى 2 times 5 اغير لك مكان ال x لو انا كتب لك عندك احنا كتب هنا و هنا نكتب هنا تحت 3 over x equal 2 over 5 عايز اجيب ال x يلا نعمل من ال x عندي 2 يبقى تكتب في denominator من 2 numbers التانيين 3 times 5 يبقى احنا كده نبدأ نشوف example تاني برضو هقول find the missing proportional هنكتبهم على هيئة 2 equal ratio ونعمل cross multiplication تعالي نشوف الexamble بعدين بيقول لك عندك x 4 5 and 2 بيقول لك find the missing proportional هنعمل فيها ايه برضو هنكتب على هيئة ratio x over 4 equals 5 over 2 وهنبدأ نعمل مين cross multiplication طيب 5 وهبدأ احسبها يبقى equal 10 نعمة شكل الانصر هنبدأ نشيل الex عندي ونكتب مكانها 10 فيبقى 10 over 4 هحسبها عندي هلاقيها equal 5 over 2 طيب يبقى انا كده وصلت الثاني فكرة عندي في المال طيب مدام احنا اخدنا الافكار دي عندك بيبقى جايلك في سؤال complete نبدأ نشوف بقى الاسئلة المقالية هنبدأ نعملها ازاي وهنتعرف مع بعضنا امتى اعرف ان المسألة دي تبع درس البروبورشن لان البروبورشن هو لسن سغنم بيتنسي بعد ما بنخلص المنهج فالنهاردة هنتعلم مع بعضنا امتى اقدر احكم على المسألة بتاعت دي هل هي مسألة البروبورشن ولا لا تعال نشوف بيقولك الفرس بيقولك ادهم بوت 5 كيلو جرام of orange he paid 15 pounds how much money does he pay to pay 8 كيلو جرام نفهم المسألة الاول ونبدأ نشوف ها وبيكلم علي ادهم بوت 5 كيلو جرام of orange با اول يونت عندي مدي هلك الكيلو جرام he paid 15 باون يقداني يونت ثانية جديدة مديني كيلو جرام ومدي باون بيقولك how much money يعني سأل على الباون does he pay to buy 8 كيلو جرام وبيسألك على مين على كيلو جرام طيب انا هبدأ اعرفها منين انها مسألة باون هلاقي مدي 2 units 2 units اللي هو عندي كيلو جرام ومين والباون بعد كده هيدي لك منهم ويطلب التانية يبقى تاني السؤال بتاعي بعرف ازاي هي مسألة proportion انا هنا مدي لك كيلو جرام وباون مدي لك two different units بعد كده هدي لك الكيلو جرام واطلب منك مين الباون او هدي لك الباون واطلب منك مين الكيلو جرام يبقى بعرف ازاي هي مسألة proportion بيدين بيديني واحدة ويطلب مني مين التانية طب تعالي نرجع للسؤال بتاعي ونبدأ نشوف هنحلها ازاي ادهم بود 5 كيلو جرام او او ارنج انا هنا بعمل ما بين عندي الرشيو اللي هي بتاعت الكيلو جرام الو وعندي الباون وقصادها ال 15 هبدأ اكون تابل عندي هنا هنعمل الكيلو وهن هنعمل الباون اول حاجة كان مديك 5 كيلو جرام ال نعمل كولم جديد بيقول لك يعني عايز الباون يبقى انا هكتب هنا ال عندي مين الكيلو جرام وانا ما عرفش الباون القنون عندي بنديره عندي ايه اكس يبقى انا عرفت انه هي مسألة اللي هي 5 وال 15 بعد كده اداني تعملها عندي على هيئة ايه تابل معي بعد كده هنبدأ نعمل بتاعي العادي هحسب ال اكس عندي هيبقى ايكوال لو عملت هنا كروس مولت هلاقي مين النمبر مع ال اكس ال 5 يبقى في ال و ال هتطلع ال ايكوال طب 24 ايه لازم اكتب اليونت انا بحسب ال اكس ال اكس عندي بال باوند يبقى 24 اللي هي الباوند بتاعي طب يبقى انا كده جبت اول ايه ريكوارد عندي طب نرجع للمسألة تانية بتاعتي ونشوف ايه اللي معايا بيقول لك هاو مين كيلو جرام هي وال باي ايف هي باي 20 باوند طب السؤال هنا بدأ يتغير معايا بيقول لك هاو مين كيلو جرام يبقى هو عايز يعرف الكيلو جرام زي عندي هي والباي هيبدأ يشتريهم لو هو دفع عندي ايه 20 باوند طب انا هبدأ اعملها ازاي هرجع لنفس ال بتاعي بالزبط انا هنا نفس ال المراض الوضع هيبدأ ايه اختلف انا هعمل نيكولم معايا واي عشان احنا كتبنا الاكس هي والباي اف هي باي 20 باوند يبقى انا هكتب هنا ايه 20 باوند يبقى انا هكمل على نفس المسألة بتاعتي انا دلوقتي هبدأ احسب مين هبدأ احسب ال واي طب انا لما احسب ال واي عندي يبقى الاكس انا مش محتاج انا فهبدأ يبقى ال y مع ال 15 يبقى ال 15 هتكتب فين في ال دينميليتور عندي مين التو نمبر اللي فاضلين عندي ال 5 وال ايه وال 20 طب يبقى انا هبدأ اكتب فوق عندي 5 time 20 اوكي يبقى تاني كده لو انا عايز ابدأ احسب مين ال y يبقى انا هعمل هايدنج المين لل x هبدأ اشوف مين النمبر اللي مع ال y في ال يبقى ال 15 من ال نمبر اللي فاضلين عندي ال 5 time 20 يبقى هنا انا عملت ال 15 عندي وهنا 5 time 20 وهبدأ احسب ها هتطلع لي عندي 20 divided by 3 هتطلع لي 6 and 2 over 3 pound كيلو جرام هتقول ممكن تطلع لي يبقى هنا عملت وحسبتها عندي 5 time 20 over 15 وطلعت الاجابة بتاعتي تمام طيب يبقى دي كده اول معي عن ال proportion تعال نشوف احدد معك هل هي تابعة مسائل ال proportion ولا لا تعال نشوف ال example معي بيقول لك ايه 2 الناس بتلغبط ما بين السؤال ده ومن السؤال ال rate بس ما تطلغ بطش هما الابنين ان شاء الله يبقى واضحين معك بيقول لك اكار كونسيومز 20 لترز of بنزاين for covering 210 كيلومتر how many لترز does كار كونسيومز to cover 630 كيلومتر طب تعال معي برح اكار كونسيومز كونسيومز هنا معناها بتستهلك بتستهلك 20 لترز of بنزاين يعني بتحرق 20 لترز من البنزين for covering 200 عشان تمشي مسافة 210 يعني لما تمشي 210 كيلومتر الكار بتبدأ تقطاعها عندك بيبقى كون هي استهلك 20 لترز طيب how many لترز does the car consume to cover 630 كيلومتر طب انا هبدا احلال ازاي اعرف مني ان هي مسألة بروكورشن هنمشي بالراحة خالص 20 لترز يبقى دي اول يونت مدي يهالي covering 210 كيلومتر يبقى دي تاني ايه يونت يبقى مدي الليتر والكيلومتر كده two different ايه يونت بعد كده في السؤال how many liters طلب الليتر ومديني مين الكيلومتر عندك اللي هي cam 630 يبقى كده مديني two different units اللي هي الكيلومتر ومين والليتر بعد كده ادك الكيلومتر وطلب منك انا هنا عندي الليتر وهنا عندي الكيلومتر او كيلومتر يبقى الليتر عندك كانوا 20 لما كان عندك عمل covering distance اد ايه 210 اوكي بعد كده بيقولك ايه how many liters does the car consumes to cover 630 يبقى انا هنكتب 630 كيلومتر عنده القنون بتاعي بنديده ايه x يبقى انا كده زبطت ايه المسألة بتاعتي بنبدأ نحسبها عندي انا عايز اجيب ايه ال x ال x اللي هي number of liters فيبقى number of liters equal اللي هو ال x نبدأ نعمل cross multiplication لو عملت cross multiplication من النمبر مع ال x 200 يبقى في denominator من النمبر الثانيين الفضله يبقى هنا 630 time 20 هتطلع ال equal 60 60 ايه بقى احننا بنحسب من الليترز ال x تابع الليترز دي هنا 60 تمام كده واقدر برضو عمد شكل الانصر بتاعتي انا المعظم المسألة عمد شكل الانصر مشان طلع 60 واشوف equal كام لو يبقى كده كلام يشغل ايه سليم يبقى انا كده الجزئية الاولانية عندي بتاع ايه من ايه طب تعال نبدأ انا شوف عندي بيقول لك ايه نرجع لسؤال تاني بيقول لك ايه بيقول لك عايز يحسب هنا المرات يعني عايز يحسب الكيلومتر عندك بتاعة الكار كفر لو هي عملك المرات استهلكت قد ايه عندك 40 يبقى انا هرجع مرة كمان للتيبل بتاعي وهنعمل نيكولام نيت بقى نكتب الداتة اللي عندي هو قال لك 40 يبقى انا هاجي عند الليتر وهنكتب هنا 40 وطبيعي طالب مني مين الكيلومتر عندي يبقى ده قنون هندير عندي مين الواي يبقى هبدأ احسب عندي الواي الهي الكيلومتر يبقى هنا النمبر اللي هي مين عندي الواي انا بحسب الواي محتاج الواي في حاجة لا يبقى انا هعمل الايدنج للأكس نبدأ نعمل الواي الكروس مولتوكيشن بتاعي مين النمبر اللي مع الواي 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 يبقى الواي الطاب الطاب التو نمبر الثانيين عندي اللي هما مين الواي والتوهندرد اي تن يبقى هنعمل 40 times 210 ونبدأ نحسبها على الكلكليتور عندي هلاقيها equal 420 420 اي لازم نكتب اليونت انا هنا بحسب مين عندي الواي الكيلومتر يبقى 420 كيلومتر يبقى انا كده حسبت الواي لما حسبت الواي عملنا مع الواي النمبر اللي مع الواي الـ 20 يبقى في الدي نمبر عندي عمل طايم في النمبر يبقى 40 times 210 واقدر برضو عمل الانسر بتاعت بشي احنا عمل 40 divided 200 40 divided 220 هلاقيها نفس الـ 20 over 200 اي 10 يبقى احنا كده عرفنا الـ proportion بتاعي ان هو عبارة عن equality of two ratios or more ويكون اي equal طايم وعرفنا امتى بعرف ان هو سؤال proportion لو مديني وعايز second اي unit طايم فيه بقى من ضمن الناس بتبقى مش عارفة تبقى محتارة احط فين الـ x بتاعتي تعالى نكتبها مع بعضينا ونشوف عندي هنعملها ازاي بيقول لك اي find the third proportional عندك هيبدأ اكتب لك النumbers عندك هيبقى هنا two هنا five وهنا fifteen هتقول لي ايه ده هي في رشيو عندي proportion يبقى عندك three terms لا هيقول لك انا فيه term عندي ناقص اللي هو mean third طب انا هبدأ اكتبها ازاي طب هكتب two over five equal fifteen over x يعني في ناس او ما تشوف هتعملها كده هتقول لك two over five equal fifteen over x هسألك انا الـ x ده ده ما كان third proportional لا ده ما كان mean fourth لان احنا متفقين انا كلامك مش مظبوط طب انا هعملها ازاي انا عايزة هنا third يبقى الـ x ما كان هيبقى فين هيبقى مكان فين المكان بتاعنا هو يبقى لما اكتب رشي بالترتيب يبقى two over five equal third عندي اللي هو من الـ x over عندي ايه fifteen وهبدأ اشتغلها هنعمل cross a multiplication يبقى x equals من النمبر مع x الـ 5 يبقى فين في الـ two numbers التانين يبقى two time fifteen هيبقى equal six يبقى تاني كده بالراحة هنا ايه لك find the third proportional يبقى هنا مكان من الـ x بتاعتي يبقى هتكتب هنا 2 over five equal x over fifteen وهبدأ اعمل cross a multiplication هنبدأ نشوف اجزامبل تاني هنوضحه مع بعضنا انا كنت الاجزامبل اللي فات سألتك على مين على third proportional المرة هسألك على second proportional الـ find the second proportional ومدي لك عندك four و nine هبدأ اعملها ازاي احنا بنعمل ratio first over second equal third over fourth هو عايز يحسب مني مين second يبقى الـ x هتكتب فين هنا يبقى بالترتيب يبقى هنا four هكتب هنا 12 لا انا عايز second يبقى هنا x equal الترتيب يبقى 12 over nine وهنبدأ نعمل cross multiplication يبقى x equal 12 مين مع x 12 يبقى في denominator و انا هنعمل four time nine وهبدأ احسب عندي الاجابة equal a يبقى طبعات الى كام 3 طيب بعد كده على جزئة البروبورشن في عندك اسئلة هي مش موجودة في المين اكسرسيز اللي بعد اللي سنعطول هي موجودة عندك مين موجودة في الجنرال اكسرسيز اللي في اخر الكتاب خالص وممكن تيجي عندك في الامتحان هو هيجيبها لك على البروبورشن بس مش هيجيب لك اكسرسيز ويسقط لا ده هيجيب لك حاجة فيها فيها غريبة كده شوية هو انت خطها 5 primary وهتتعدلك تاني 6 primary طب تعال نبدأ نشوفها عاملة ازاي هيقلك find the value of x the value of x هيقلك x plus 1 over 5 equal 6 over 10 عايز يبدأ هنا يحسب انا اعرف احسب ال x لكن ما عاش احسب ال 1 طب انا هعمل ايه كل انا هعمله انا مش عارفة ال x فهنا هعمل كده circle سغنانة على x plus 1 انا عايز احسب x plus 1 على بعض دي فهعمل cross multiplication عادي ادي x plus 1 هي سيبها للاخر equal اعتبارك انها x مين النمبر اللي معايا 10 وهنا هيبقى 5 times 6 اوكي هحسب ها x plus 1 هي اتنزل زي ما هي اوها طلع لي equal جنبية 5 times 6 30 30 divided 10 equal 3 يبقى انا وصلت ان x plus 1 equal 3 طب لما x plus 1 equal 3 يبقى x equal add a هتبقى equal عن d a 2 يبقى هنا x equal 2 طب لو احنا هنعملها بطريقة الéquilibrium يبقى plus هيروح ناحية تانية بال a minus يبقى 3 minus 1 ومنها ان x equal add a 2 يبقى تانية بالراحة ما تخضش من المنظر دائمة على circle كأنه ده x كلها وهعمل cross multiplication حسب equal بتاعه وكتبتها في new step بقت x plus 1 equal 3 هتخلص من plus 1 دي ممكن بتعملها منتلي لو مش عارف منتلي plus 1 هنودي ها side تانية تبقى minus 1 لو عملتها هتطلع 3 over a 5 يبقى انا الكلام بتاعي مزبوط طيب يبقى احنا كده الى حد ما جمعنا معظم افكار ال proportion ان شاء الله استقلقاكم الاسبوع القادم طلبة الصف الاول الاعداد يقلقاكم ان شاء الله بعد الفاصل كانت معكم مرا وزكريا من قناة مصر التعلم مع السلام